السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين مرحباً لكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سوف أستعرض فيه خبراً يقول توقع قدري بحرب أوروبية أمريكية الشاملة على اليمن وصدمة بشأن النتائج وإلى التفاصيل توقع خبراء قدريون الأربعاء إمكانية تورض لولايات المتحدة وأوروبا بحرب شاملة على اليمن لكن بنتائج مخيبة ونقلت قناة الجزيرة عن الباحث الأول في مركز الجزيرة للتراسات لقاء مكي قوله إن أمريكا وأوروبا قد تنخرطان بحرب شاملة والتحول مما وصفها اتفاع إلى الهجوم رداً على هجمات البحر الأحمر وخلافاً لما يقوله مكي يرى المحلل العسكري في القناة فائزة طويري بأن الدخول البري إلى اليمن يبقى خطاً أحمرًا كونه لم تستطع أي قوة من تجاوزه عبر التاريخ ويأتي تصريد القناة الضوء على التدورات في اليمن مع تصاعد وطيرة المواجهات على البحر الأحمر مع توسيع اليمن رقعة عملياتها وتنويعها ودخول قوة جديدة كالاتحاد الأوروبي إلى ساحة المواجهة وتشهد اليمن منذ يناير الماضي عضواناً جديداً برز بغارات وقص صاروخي أمريكي وبريطاني ضمن مساعي كسر العصار اليمني على إسرائيل لكن دون جدوى أشكركم على حسن المتابعة والإصلاة ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والتعليق والاشتراك في القناة وتفعيل جرس تنجيهات وفي خالص صحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة